الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما قمت وقمتها من تحتها يالله كمل لي هذه فأني قد جعل بك تحتك زرية وهزي إليك بجدع النهرة تصاقط عليك وطبا جنيا فكلي واشربي وقعينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني ندوته الله مان صوما فلن أكلم اليوم إن شيا فأتبقي قومها تحمله قالوا يا مي ملقى في شيئا فليا يا أستهارون كان أبوك ملع سوعك وما كانت أمك بغية فأشارك إليه قالوك فأكلموا إن كانت بالمهج صبيا قالوا إني عبد الله أهتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما قمت وأصطعني بالصلاة سكات ما قمت حيا أبروا بوالدتي ولست يجعلني جبارا جقيا والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعى محي صدق الله العظيم والسلام عليك والسلام عليك أيها الملاك الطاهر يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا عبد الرحمن فارح مشاهدين الكرام الطفل المعجزة يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم بل ويحفظ أطول صور القرآن الكريم اخترنا لكم هذه الليلة بصوته ما استمعتم إليه من صورة مريم عليه السلام لا يسعني مشاهدين الكرام إلا أن أطبع على جبين الفتى على جبين الملاك عبد الرحمن قبلة إعجاب وإجلال وإكبار هذا الفتى هو أمل الجزائر مشاهدين الكرام أدعو معالي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأستاذ بالخادم الأستاذ بالخادم لتتويج الملاك عبد الرحمن ببرنوس الفارس فارس القرآن الكريم رفقة السيد المدير العالم